خد بالك تقريبا ما فيش حد جن من مناطق العربية تقولي بس في ناس هاجرت اقولك طب ما تيجي بقى نرجع مع بعض شوية ارقام واحصائيات على الهجرات اليهودية من المنطقة العربية الى هذا الكيان المسروق كيان الحرمية هتتصدم العرب فعلا ما كانش عندهم طبق هزيدك من الشعر بيت اغلب الجليات العربية لم تذهب الى هذا الجليات اليهودية العربية عن ولاد الطايفة اليهودية اغلبهم ما رحوش اسرائيل هاجروا على العكس على اوروبا هاجروا على جنوب افريقيا هاجروا على الامريكتين او استراليا ونيوزلندا طيب تعالي بقى اقولك اقل معدل هجرة الى هذا الكيان كان من مصر اليهود والمصري وبالمناسبة بعضهم هم ما هاجروش غير لما لقوا خلاص اصبح فيه كيان محتل وحسوا انه اصبح فيه توتر وحسوا انه اصبح فيه احتدام علما بانه حتى اخر شوف احنا فيه عندنا طايفة لازلت موجودة صحيحية قليلة جدا لكن الناس عايشة فيه امن وامان وهدوء وما فيش اي مشكلة البعض توتر يعني الجيل التاني والتالت جيل اللي ادي واللي اصغر دول الناس اللي خدت قرار لأ انا اسيب مفيش داعي ابقى موجود واحس انه يعني فيه توتر بسبب وجود اسرائيل يعني تخيل ناس كانت مستعدة تفضل هنا في مصر وتعيش وتدفن هنا في مصر بس خافوا بسبب اسرائيل لانه هنا ما كانش فيه تعصب ولا اطهد ولا في اي دولة من الدول العربية على الاطلاق ولا دولة عربية اطهدت يهودي واحد ولا قربت له هذا المجتمع يتعامل ما بين المسلم والمسيحي واليهودي هي معاملة واحدة بس خلاص ده المجتمع المصري ده المجتمع المصري هل كان هذا النموذج لو خدت الخط على امتداده واتجهت شمالا ورحت على اوروبا على سبيل المثال هل ده كان النموذج؟ هقولك لا لانه النموذج الاوروبي هو العكس تماما هو النموذج اللي اضطهد ابناء الطائفة اليهودية في عموم اوروبا بالكامل بالكامل من اول اقصى شرق القارة وحتى اقصى غرب القارة على سحل الاطلنطية اضطهاد اضطهاد الله طب والاضطهاد ده بدأ من امتى؟ لا ده بدأ بقاعد قرون ده انا هزيدك من الشعر بيت الاضطهاد ظل مستمرا وكان فيه موجة اضطهاد كبيرة جدا في القرن الخمستاشر والستاشر وموجة اضطهاد كبيرة جدا يعني وما اطلق عليها بانه يعني تطهير اوروبا من ك ففي اسبانيا كانوا بيخشوا على الجاتو اللي هو عندنا يقولك حرط اليهود مع انه بالمناسبة اليهود عندنا كان موجودين في كل حتة مش في حرط اليهود بس في كل حتة يعني اتمشى في شوارع الزمالك وفي وسط البلد وفي شوارع اسكندرية وفي شوارع محافظة البحيرة وفي كل حتة هتلاقي هناك كانت بيوت ويقولك البيت ده كان بتاع فلان الفلاني وده كان رجل تاجر وده كان وزير وده كان غفير وده كان الى خير المهم هزا الاضطهاد كانوا بيخشوا على الجاتو يحرقوه يقتلوا كل الناس الشيوخ النساء الأطفال الرجال الفتيان اي حد يتقتل مش حتى يستعبد بقى يتقتل القتل راحة قالك حلسة نستعبدوه يقتلوه حلو عدد لا بأس به على الاطلاق من كبار التجار الأسبان أنا داك من أبناء الطائفة اليهودية هاجروا الى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط فذهب عدد لا بأس به الى المغرب وعدد لا بأس به على الاطلاق الى فين الى مصر وعاشوا واستقروا هنا من القرن السبعتاشر هو مين اللي اتطهد مين احنا عمرنا مقربنا من اي جالية ومن اي طيفة ومن اي مذهب عمرها ما حصلت العكس صحيح تخيل ناس يتطهدوا من العرق الابيض الاوروبي مع انهم ما بيت زيهم فاسيبك من العرقيات يتطهدوا من الاوروبيين فييجوا يرموا بلاهم علينا ويتطهدونا ويقتلونا ويسرقونا ويسرقوا اراضينا ويعودوا فيها ويقولك اصل حق الدفاع الشرعي عن النفس طب عمرك شفت دولة بتحتل ارض اصحاب الارض يقوموا فنروح داخلين مدبحين فيه يقولك حق الدفاع الشرعي يا جماعة القانون الدولي بيقول العكس الشعوب التي تعاني من احتلال هي اللي من حقها تقاوم وتدافع عن نفسها ولها كل الحقوق فيه انه تقاوم الكينات المحتلة ليها احنا قاومنا الفرنسويين في نهايات القرن الثمنتشر واول التساعتشر بصورتين القاهرة الاولى وقاهرة التانية 1798-1801 احنا قاومنا الانجليز وشعوب زينا كتير مش احنا بس